اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متانة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيلة الاتحادية وما تشهده مسارات التعاون الثنائي من نماء وتقدم مستمر على مختلف الأصعدة لافتاً سموه إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين والوصول به إلى مستوية أكثر شمولاً بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة سعادة السيد أدريانو سيلفا بوتشي سفير جمهورية البرازيلة الاتحادية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة حيث رحب سموه بسعادة السفير متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية لافتاً سموه إلى الحرص المتبادل على توطيد العلاقات القائمة بين البلدين ومواصلة البناء على ما تحقق في كافة المجالات بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية البرازيلة الاتحادية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام وحرص متواصل على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة متمنياً لمملكة البحرين وشعبها مواصلة التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر